هنا باريس حيث اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي لبحث تلبية احتياجات أوكرانيا الملحة خلال الشتاء في ظل استمرار الحرب مع روسيا فعلى الرغم من تدفق المولدات الكهربائية الأوروبية وقطع الغيار بعد تدمير الطيران الروسي ومسيراته البنى التحتية لأغلب محطات الطاقة الأوكرانية فإن قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعين في باريس يعملون على تخفيف آثار الدمار الذي لحق بالبنية التحتية قبيل الشتاء الذي تأتي رياحه بغير ما تشتهي أوكرانيا بدرجات حرارة فاقت معدلات برودتها المعدلات الطبيعية في كل عام شتاء قارس وكهرباء منقطعة هي خطة روسيا المضادة لإثارة الحاضنة الشعبية للحكومة الأوكرانية لتمثل ورقة ضغط على الغرب قبل زيلينسكي خطة تستهدف أيضا خطوط الإمداد الغربية لأوكرانيا القادمة من بولندا ما يعني أن التحولات العسكرية الروسية التي حشدت مئات الآلاف من الجنود والمعدات العسكرية من حاملات جنود ومدرعات ستتجه باتجاه لافيف في الأيام القادمة على الأرجح تطوير محاور القتال في خطة روسيا يقابلها تباطؤ غير مفهوم على الأقل من قبل الأوكرانيين الذين وعدوا بأنظمة الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت مع عود بتحول كبير في المعارك بعد تحييد الطيران الروسي ذراعي موسكو الطولة حتى الآن في المعارك وإن كان الأوكرانيون لا يستوعبون تباطؤ أمريكا في إمدادهم بصواريخ باتريوت فإن هناك من يرى أن أمريكا وشركائها مترددون خشية الانخراط في حرب ستكون نتائجها كبيرة على القارة التي لم تعرف صراعات عسكرية بهذا الحجم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية مخاوف الركود وتراجع إمدادات النفط بعد عقوبات غربية على روسيا أصبحت مشهدا يوميا غير مؤثر مع تصميم موسكو على المضي قدما في حرب هي نفسها تورطت فيها يجعل الحل أصعب على الجميع رغم جهود دعاة السلام التي يفشلها أصحاب المآرب ترجمة نانسي قنقر